حماسة واحترام شديد يتحدث من وكب إنجازات الرئيس الصيني شيجنبيك وعمله لبناء مجتمع الرغيط في الصين ويؤكدون أنه رجل تصميم وعمل وقائد يحتذى به ولذلك كان من المهم نشر كتاب وعمال الرئيس شي في لبنان والدول العربية الرئيس الصيني أكيد خصوصاً بالسنة الحالية التي فيها الحزب يتحضر لمؤتمره التاريخي العشرين هو قيادة تاريخية والملهم للحزب الشيوعي والشعب الصيني بشكل عام لذلك الكتاب بحد ذاته بمثل مرجع لكل اللي بده يفهم تجربة الصين بمصدرها الرئيسة يرى المثقفون وأصحاب دور النشر أن الرئيس الصيني هو رجل أفكار ومشاعر عميقة وتحولت الصين تحت كيادته إلى دولة قوية هناك نهضة مخيفة لا يقودها إلا هذا الرئيس شي جنب وهو فعلاً محبوب من الجميع وأنا أتكلم مع الصغار والكبار وأرى أنهم يتمنون أن يظل هذا العهد المنتج وهذا الرخاء في بلادهم الأفكار والخطابات والتوجهات التي أطلقها الرئيس الصيني يعمل على نشها في العالم العربي من أجل تعريفه على سر نجاحات الصين الرئيس الصيني وصل إلى القيادة الحزب بعد أربعين سنة من النضال نحن قلنا الشرف أن جمعيتنا من أول الذي وزعه كتاب الرئيس الصيني بالفترة المقبلة يصنى كمية كبيرة جداً من الكتاب سوف يوزع ومش بس يوزع سوف نقيم نشاطات حول هذا الكتاب لشرح مضامينه في أهده دخلت الصين عصر ذهبياً آخر وتطورت بشكل سريع إلى مصاف دول العظمى أنا دائماً أخف وأقول هذا شعب عظيم وخير لهم أن يكون عندهم رئيس يواصل توحيد البلد ويواصل العمل التراكمي في تحضير العلوم وتيسيرها والثقافة ظل الرئيس شيء على الخطوط الأولى للجهود التي تبدلها الصين وكان همه الأساس هو الإنسان وحياته وصحته ولذلك كان تشديده على حمايته من كوفيد-19 بأفضل السبل ملهم بفكره وعمله وأنجازاته هكذا يرى اللبنانيون الرئيس الصيني شيجنبينغ ويتطلعون للإبتداء بنهجه وقيادته لحزب الشيوع الصيني والاستفادة من تجربه الناجحة غالم شرف الدين سجد عن عربية بيروت